تشهد المشاعر المقدسة خلال هذه الأيام عمالا وتجهيزات واستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام نعم حيث تم الانتهاء من تجهيز المخيمات وتزويدها بالاحتياجات الضرورية كافة لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء من الطمأنينة والروحانية استعدادا لموسم حج هذا العام تواصل القطاعات الحكومية والأهلية السعودية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق القطط التشقيلية حيث راعت فيها تقطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية بهدف توفير كل ما يحتاجه الحج بأفضل مستوى من الخدمات هذا وجهزت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة للإشراف والمتابعة على أعمال صيانة الطرق والإنارة بالإضافة للأرصفة والمرافق العامة للتأكد من سلامتها واستخدامها بكفاءة عالية بالإضافة لذلك تم تنفيذ اختبارات الجودة للطرق المودية إلى المشاعر المقدسة عن طريق مختبر المواد تحت إشراف مهندسين مختصين وفرقا فنية مؤهلة بالإضافة لأعمال معالجة وصيانة أعمدة الإنارة فيما أكملت شركات الطوافة استعداداتها من خلال تجهيز مراكز الخدمة المدنية التابعة لها لنغلي ضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم حيث جهزت مخيمات حديثة بمواصفات عالمية إضافة إلى توفير الخدمات الصحية والنوعية في الوجبات القذائية وطريقة تقديمها للحجاج وذلك ارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام